وصف مراقبون الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير المالية بيكدون لبرمان لمواجهة غلاء المعيشة والتي قال أن تكلفتها تصل إلى أكثر من أربعة مليارد شكل وصفوها على أنها ليست خطة كما يتم عرضها إنما هي مجموعة من الخطوات معظمها خطوات لمرة واحدة للعام الجاري والتي لن تساهم بخفض الأسعار أو وقف الغلاء على أقل تقدير على صعيد المتصل وبعد نقاش قصير في الحكومة تمت المصادقة على صفقة وزير المالية على الرغم من معارضة وزراء حزب العمل والتي رفض فيها ليبرمان أي تعديل وهدد بسحبها في حال أجري أي تعديل على ما ورد في هذه الصفقة لاحقا للحديث عن هذه القضايا انضم إلينا في بث حي ومباشر من بئر السبع مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي المحاضر في الكلية الأكاديمية سبير وفي جامعة بن جوريون في النقب إياد أحمد مساء الخير أستاذ إياد مساء الخير السؤال الأول هو لك حول الصفقة التي توصف بأنها الصفقة والتي صادقت عليها الحكومة هل لك أن تطلعنا على ماذا تحتوي وكيف ستؤثر على صورة الوضع الاقتصادي في البلاد؟ هذه الصفقة يدور الحديث فيها سيتم رفع الحد الأدنى من الأجور بمبلغ 700 شكل بشكل تدريجي من أول أبريل هذا العام حتى نهاية سنة 2025 هذا الأمر يعني أنه سيبدأ سيزيد الحد الأدنى من الأجور بمع شكل فقط في 1 أبريل هذه السنة أي من 5300 إلى 5400 شكل حتى يصل في نهاية عام 2025 إلى 6000 شكل أي رفع الحد الأدنى من الأجور للساعة من 29.12 إلى 32.9 وطبعا هناك اختلاف كبير في الأراء حول هذه الصفقة نعم برأيك أنت كخبير اقتصادي ومدقق حسابات وأيضا كمحاضر في مجال الاقتصاد هل مئة شكل في شهر إبريل القادم كافية لأن تساعد من يعيل عائلة على مواجهة الغلاء؟ وحتى وإن أعلنت بعض الشركات ومن بينها شركات تصوك منتجات غذائية أنها ستجمد رفع الأسعار لا هذه الصفقة لا تكفي والدليل على ذلك أن نسبة تضخم المالي في سنة 2021 ارتفعت في نسبة 2.8% الحديث عن زيادة ماء الشكل في الحد الأدنى من الأجور الزيادة بنسبة 2% هذا الأمر معنى حكاة الصخارة التأكل في الأجور يعني هذه الصفقة في الكمية معروضة الآن لا تكفي ولا تسد الاحتياجات لعائلات الفقيرة وإذا نرى معارضة من حزب العمل وأيضا أوصات اجتماعية أخرى وهناك مطالبة برفع الحد الأدنى من الأجور الأربعين شيكل للساعة أي حوالي 7200 شيكل بالشر بدل 5300 زيادة حوالي 39.40% طبعا هذا الأمر أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور بشكل كبير سوف يضر بأصحاب المصالح التجارية وخاصة الصغار لذا أنا برأيي يجب الوصول إلى نقطة في الوسط أي تكون زيادة معقولة تساعد العائلات المسطورة التي تعتاش على الحد الأدنى من أجر أن اليوم ارتفاع الأسعار في السنة الأخيرة كان ارتفاع أسعار كبير وشامل للعديد من السلع والمواد لذا أنا برأيي زيادة الحد الأدنى للأجور بما يشكل في 1 أبريل لا يكفي والمطالبة بزيادة فورية للحد الأدنى من الأجور ب40 شيكل للساعة طبعا هذا الأمر سوف يضر بالمرافق الاقتصادي يمكن أن يزيد البطالة ويؤدي لأغلاق العديد من الصالح التجارية السؤال للمحاضر إياد أحمد من يستمع إلى موقف وزارة المالية ممثلة بوزيرة المالية أفكدولي برمان هو يصف بأن الوضع ليس سيئا في البلاد إلى هذا الحد هل من الممكن أن وزارة المالية لديها معطيات عن وضعنا ووضع الجمهور من ناحية مالية والتي لا نعرفها نحن يعني؟ لا الأمر هناك حتى في الاقتصاد يوجد يسار يمين يعني من له أراء اقتصادية يمينية فهو لا يريد رفع الحد الأدنى من الأجور حتى لا يريد نقابات عمال وغيرها ومن هناك له نظرة اقتصادية سرية فطبعا يريد أن تكون هناك مزينيات أكبر للوزارة الاجتماعية ومساعدة الطبقات الفقيرة الوضع الاقتصادي في دولة إسرائيل بشكل عام هو جيد ولكن ما المشكلة أخي العزيز المشكلة أن النمو الاقتصادي لا يصل إلى الطبقات الفقيرة يعني هناك جملة بلغة عبرية تسمي خالهم خلخيلة ليش خفوتها خلشوت يعني هذا الأمر لأنه اليوم أعطيك مثال معدل الأجور في دولة إسرائيل 11 ألف شكل معدل الأجور في الهاي تيك 25 ألف شكل أي أن النمو الاقتصادي يصل إلى طبقات معينة من الشعب في دولة إسرائيل وطبقات أخرى لا تستفيد من هذا النمو الاقتصادي لذا السؤال من يستفيد من الوضع الاقتصادي الجيد طبعا أنا برأيي يجب على الحكومة أن تأخذ دور أكبر لمساعدة الطبقات الفقيرة لأنه مع وجود نمو اقتصادي وتحسن في الأمور الاقتصادية غلاء المعيشة الكبير في دولة إسرائيل يتقل الكثير على العائلات وخاصة العائلات كثيرة الأولاد مثل الموجودة في الوسط العربي أو العائلات التي تعتاش على الحد الأدنى من أجر يعني اليوم لا تستطيع أي أسرة في المعدل الأسعار الموجود في دولة إسرائيل أن تعتاش على معاش 5300 شكل هذا الأمر يعني غير معقول وغير منطقي نعم أنت ذكرت بأنه قسم كبير من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر أو على قرب خط الفقر هي عائلات من المجتمع العربي والسؤال مدقق الحسابات والخبيل الاقتصادي ياد أحمد السؤال الذي يتكرر دوما كيف على العائلة العربية في هذه الفترة التصرف إذا الوضع الاقتصادي الحالي ونحن كما تعلم يعني مقبلون على فترة فيها مصرفات كثيرة هناك شهر رمضان المبارك عطلة الربيع للمدارس في الأسبوع القريبة وبعد ذلك يأتي موسم الأعراس والمناسبات كيف علينا أن نتصرف ليبقى رأس رب العائلة فوق الماء يعني كما يقال أولا العائلات التي تحتاج خط الفقر يفوضع لا يحصد عليه لأنه حتى لو تستغنت اليوم عن الكامليات واتمت في الأساسيات فأيضا الدخل لا يكفي يعني أنا برأيي على الحكومة أن تأخذ أنا لا أريد أن أتقل الكائل على العائلات الفقيرة طبعا المثل العربي قد دفراشك من الدجريك والعمل حسب ميزانية مدروسة هذا أمر مطلوب دائما يعني المشكلة في الوسط العربي أحيانا أننا نعتاش في مستوى معيشة على من الدخل يعني على كل أسرة أن تلائم المصرفات إلى المدخلات نكون لائمة بين المدخلات وبين المصرفات ولكن أخي العزيز على الحكومة أن تأخذ دور أكبر لمعالجة الوضع الموجود يعني لا يعقل أن 40% من العائلات العربية موجودة تحت خط الفقر يعني كيف سيأتي به كخبير اقتصاد وأي شخص أن يعطي أن صاحل العائلة تحتاج على خط الأدنى من الأجور لأن هذا لا يكفي الأمور أو المواد الأساسية للمعيشة كريمة لذا أنا برأيي على الحكومة أن تأخذ خطوات كبيرة بزيادة المزنيات للوزرات الاجتماعية وأن يكون لدينا تكافل اجتماعي في الوسط العربي يعني أنا برأيي على الجمعيات الخيرية وعلى القادرين في مجتمعنا أن يقوموا بمساعدة العائلات المسطورة والفقيرة وخاصة نحن على أبواب شهر كريم أبواب شهر رمضان نعم أريد أن أتحدث عن أسعار الوقود تتقون في الطاقوة تشمل أيضا نعم تفضل تفضل نعم نحن نسمعك نقدر كما ذكر في القانون الكريم كنت أبعلكم السيوم لعلكم تتقون برأيي الطاقوة تشمل أيضا المساعدة للفقراء والمهتجين فعلى دين الشهر رمضان لو هو شهر كريم ليس الامتناع عن الأكل والشراب وأيضا ربا هو الشهر في تكافل اجتماعي لذا أنا برأيي بما أننا موجودون اليوم في فترة صعبة من ارتفاع غلاء الأسعار أولا على التجار عدم استغلال هذا الشهر لرفع الأسعار أكثر وأكثر لزيادة الطلب وأيضا أنا برأيي هذه الفرصة لتكون لدعم الفقراء والمهتجين نعم أحد البنود اللي الحكومة لم تكن بتخفيض الأسعار فيها هي قضية الوقود وزارة المالية رفضت تخفيف الدرائب على الوقود برأيك الآن مع تعالي أصوات حتى داخل الحكومة التي تقول بأنه على الحكومة على الدولة تخفيض الدرائب على الوقود هل برأيك بأنه خطوة كهذه ممكن أن تحدث خفض درائب على أسعار البنزين ومشتقات الأخرى من الوقود أنا برأيي ممكن أن نحدث عن حكومة ضعيفة جدا من ناحية سياسية لو كانت هذه الحكومة قوية من ناحية سياسية كنت أقول أنه ممكن أن الحكومة تتمسك برأيك ولكن إذا كان هناك ضغط جماهيري أنا برأيي على الحكومة لم تستطيع الاستمرار في ذلك يعني لا ننسى أن 86% من أسعار الوقود هي ضرائب يعني أنا برأيي على الحكومة كنجب أن تتخذ موقف لتخفيض الضرائب المفروضة على الوقود لكي تخفف من سعر يعني الوقود اليوم أمر أساسي في الصناعة لأنك أشخاص يعني طبعا هناك كان ارتفاع أسعار الوقود في العالم ليس السبب ارتفاع الوقود دولة إسرائيل للحكومة إسرائيل وأن السبب ارتفاع أسعار الوقود هو ارتفاع أسعار الوقود في العالم نفسه ولكن للحكومة كان يجب أن تتخذ دور في خفض الضرائب وهي ضرائب كثيرة وكبيرة مفروضة على الوقود وخاصة وأن آخر 2021 كان هناك نمو اقتصادي وكانت في دولة إسرائيل يعني لا يجد هناك تم تقليص للعجز المالي في مزانية الدولة وكانت هناك زيادة في نسبة جباية الضرائب لذا أنا برأيي على الحكومة يجب أن تتخذ موقف جريء وأن تخفض الضرائب المفروضة على الوقود لأن في ذلك سيكون تخفيف على جميع السكان وأيضا حتى على الصناعة والمرافق الاقتصادية السؤال الأخير هو حول نقطة الاستحقاق التي سيحصل عليها الأب أو الأم التي لديهم طفل من جيل 6 سنوات إلى 12 سنة إلى أي مدى هذه نقطة الاستحقاق ستساعد في زيادة الأجر الصافي الذي سيحصل عليه الأب أو الأم في نهاية الشهر في الحساب البنكي كل نقطة الاستحقاق حوالي 230 شكل في الشهر سوف تؤدي من كان لديه ولد من جيل 6 إلى 12 يحصل على تخفيض ضريبي بحوالي 230 شكل للشهر ولكن للأسف هذا الأمر يستفيد منه فقط من يربح معاش يدفع فيه ضرائب يعني للأسف تحدثنا عن الحد الأدنى من الأجور من يربح حد أدنى من الأجور فهو لا يدفع الضرائب أصلا لذا هذه الخطة يمكن تساعده ولذا هناك أيضا اليوم انتقاضات لهذه الخطة لأن هذه الخطة لا تساعد الطبقات الفقيرة ولكن تساعد فقط الطبقات الوسطى التي تدفع الضرائب نعم شكرا جزيلا لك إياد أحمد مضكك الحسابات والخبيل نعم مضكك الحسابات والخبيل الاقتصادي إياد أحمد شكرا لك كنت معنا في بث حي مباشر من بئر السبع شكرا لكم